أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر أن الأردن ماضن بثبات على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالرغم من تنامي المخاطر والتهديدات لهذه المقدسات كما أعلن جلالته في خطاب العرش أمام مجلس الأمة فرض السيادة الأردنية الكاملة على منطقتين الغمر والباقورة التفاصيل في سياق التقرير التالي التقرير التالي افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر بخطاب وجه من خلاله التحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل في موقعه وخص جلالته بالذكر رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين وقال جلالته في خطاب العرش الذي حضره جلالة الملك راني العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف ورئيس الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين لقد مضى الأردن بثبات على مواقفه القومية تجاه القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية غير القابلة للمساومة كما أعلن جلالته أمام مجلس الأمة استعادة منطقتين الغمر والباقورة المحتلتين وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر منها أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه قبل عشرين عاما أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة فقد نظرني الحسين رحمة الله عليه لهذا الوطن وما رأيت نفسي إلا خادما له حضرات العيان حضرات النواب أتوجه من خلالكم التحية لكل أردني وأردنية ساهموا في مسيرة النهضة والبناء كل من موقعه وأخص بالذكر إخواني وأخواتي رفاق السلاح حملت الشعار الأغلى على قلوبنا من نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين فلهم منا كل التقدير والاعتزاز كما أعلن اليوم انتهاء الحمل بالملحقين الخاصين بمنطقتين الغمر والباقورة في اتفاقية السلام وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها وحول الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي واجهها الأردنيون قال جلالته إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات الشعب العزيز ففي رقبة كل واحد منكم أسرة وفي رقبة الوطن بكامله موجها جلالته الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهوض بالاقتصاد الوطني أقول إنني أعلم وأشعر بمعاناة كل واحد من أبناء وبنات الشعب العزيز ففي رقبة كل واحد منكم أسرة وفي رقبة الوطن بكامله ندرك جميعاً أن الأزمات من حولنا ألقت بذلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة وخاصة الاقتصادية منها وقد دفعنا ثمناً كبيراً بسبب مواقفنا التاريخية لقد أنجزنا إصلاحات جريئة حتى في أصعب الظروف وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن مهما كانت التحديات لا يعرف المستحيل لقد قدمت الحكومة خلال الشهر الماضي برنامجاً اقتصادياً سيتم تنفيذه على مراحل دمن أربعة محاور تهدف إلى إعادة نظر في الأجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الإداري والمالية العامة وقد أعلنت الحكومة عن الحزمة التنفيذية الأولى لهذا البرنامج وستعلن عن حزم تفصيلية أخرى تشمل إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك لتسهيل الأعمال والتخفيف عن المواطنين لذا أوجه الحكومة للعمل بجدية وكفاءة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الجريئة للنهود بالاقتصاد الوطني ولكن لا تستطيع أي حكومة أن تمدي اليوم في طريق الإصلاح والإنجاز دون سلطة تشريعية داعمة وقضاء نزيه وقطاع خاص نشيط ومواطن واثق بنفسه وبمستقبل بلده فأن أخطتنا لا مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم والسودوية حضرات الأعيان وحضرات النواب من شعبنا نستبدل العزم والتفاءل وفقنا الله جميعا والسدد على طريق الخير والفلاح خطانا والسلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة